السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفت الورقة ديات وبعدها تشتس بدي أحكي لو النمل ظهر في المطبخ يبقى عندك الحسد في الزوجة ومهوك يكون فيه معلقة سقر وقعت يعني النمل لو ظهر في خشبية يعني ممكن عايز يأكل أو يتبشى أو يدور على الأكل معنى هذا الزوج محسود يعني النمل اللي يظهر أول ملاحك أنت حاجة تبتاكل يعني لماذا ضربتها بالحسد ولماذا نرمو شمعة الفشل ان احنا محسودين ان احنا ما بنحاولش نطور نفسنا ان احنا ما بنحاولش ان احسن نفسنا ان عندنا مشاكل بدل ما دور على مشاكل الشركة بتخسر ليه؟ اكيد حسد نبخر الشركة لا بوقت يكون احنا معدلش علية علمية ما تورش نفسنا في منافسين ظهروا فمدوم انت وصلت لحل الحسد خلاص مش هتفكر في اي حل علمي لان انت حللت المشكلة اصلا تحليل غير علمي طيب انت بتقول في حسد طيب الحسد ليه معنى ايه؟ الحسد الاولاني متافيزيكي فانت تقرأ كل اعزب رب فالك كل اعزب رب الناس وحافظ عليهم خلاص خلصت انت في سبب وستدناه الحسد يحكد عليك فيتحرك لانه يعمل لك مشاكل مثل اخوة يوسف حسدوه ليس معنى حسدوه انه طرف الهوى او اختفى او جاله مرض لا خلاهم الحسد ده يتحركوا انه هم يقذوه انه هم يرموه في البير وكل القصة حسدوه حسدوه انه حقت على حد فبدأ انه يضر يعمل فيه مشاكل او يسبب له مشاكل او يروح ينقل كلام او حاجات كبه وده يعني تبدأ انت تشوف المشكلة وتعرف اي سببها ممكن هو بيروح للمدير كثير مثلا يشتكيه او حاجات كده فكون جاهز وتثبت للمدير ان انت ان ده كل ده اشعاعات وان ده غير حاجات انما لو تدلت لا ده انا محسود لا ده انا محسود شوف ايه اللي بيعمل لك الحسد وقفله يعني تحط صورك على الفيسبوك خاص ما تحطوهش وفي الموضوع ده ويركز ازاي ان انت تحقق النجاحات وان انت تعمل المطلوب منك بدون اي مشاكل خالص وبدون اي تقصير ويسوك من الصفحات او تجد صفحة كده تعرف ان فيه حد مقتل ورا الصفحة دي تعمل لها بلوك على طول